السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا احلى متابعين في الدنيا اهلا بكم في قناتي ماما في المطبخ لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تعمل لايك وسبسكرايب واشتراك القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلك كل بديد من فيديوهاتي ان شاء الله يلا بينا نسمي الله ونشوف عملنا في الفيديو النهاردة النهاردة عملنا كفات بودنجلوتس طعمها خطير خطير يلا بينا نشوف المكونات كانت ايه ونتكلم عن الوصفة احنا بنعملها معايا كوباية من بسكوت اللوتس المطحون تحنطه في الكبه اذا مش متوفر عندك الكبه تقدار تتحانيه تحطيه في قلبيكيس وتفضل يدربي عليه بيد الهون لحد ما يبقى معاك الخليط مطحون بالشكل ده ومعايا معلقة من الزبدة زبدة فرنة عادي لو انت عندك عندك مش عندك تقدار تحطي بدلها ثلاث معالي من اللبن او ثلاث معالي من المياه عادي قرص بتقدر تقليبيها تمام؟ حتى البسكوت البسكوت لو انت مش عندك بسكوت اللوتس تقدري تستخدمي بسكوت شاي عادي وتقدري تحطي عليه رشة من القرفة تخليه بسكوت اللوتس تمام؟ دلوقتي بقى ابتديت اجيب الكبات بتاعتي وهدي فيها معلقتين من البسكوت المطحون ومحتوط طبعا عليه زبدة وقلبتو كويس جدا خليتو يبقى شبه الخليط الرملي ابتديت بقى اثبتو بدهر معلقة او بدهر كوباية المتوفر عندك او المتاح بالنسبالك سبتو بالشكل دوت وهسيبو بقى هركينو على جنب عشان ابتدي اعمل الطبقة التانية اللي هي طبقة البودنج طعمها كان خطير خطير جبت حلها حطيت فيها معلقتين ونص كبار من بدرة النشا اللي هو الكورن فلاور بعد ما حطيت معلقتين ونص كبار هرميين ابتديت اضيف السكر السكر ده حسب الرغبة انا اضيفت 3 معالي سكر كبار وده كان بالنسبالي حلو جدا بعد كده هديف باكت من كريم كرامل اي نوع باكت كريم كرامل عندك تقدر تستخدمي انا استخدمت النوع ده وهديف كمان نص معلقة من الفانيليا البودر لو مش عندك الفانيليا البودر تقدر تستخدمي الفانيليا السيلة معلقة صغيرة ده نص معلقة وحطيت كمان اربع كبيات من لبن الحليب لو انت عايزة ضعفي الكمية بتضعفي كل المكونات لو عايزة تقليلي بتقليلي طبعا كل المكونات لو وصلت معي الحد هنا ما تنسيش ذكر الله الله اكبر والحمد لله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اللهم اصلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اللهم امين اللهم اصلي عليك يا نبي بعد ما دوبت بقى السكر ابتديت اديف معلقة من زبدة اللوتس وهقلب كويس على البارد وبعد كده هديفه على النار وهفضل اقلب برضو باستمرار علشان ما يحصلش معي في القليط اي تكتلات بعد كده هديف معلقة من الزبدة بعد ما يبتدي يتقل معي القوام هديف له معلقة كبيرة من الزبدة وهقلب بيدي له قوام كريمي وغني وده سم وبرده اذا مش حبة الزبدة تقدري تديفي بدلها اشتط اللبن هتكون برضو عشاقي نفس الطعم ونفس القوام انا بس عايزة يكون دسم نزلت بقى بالخليط على الدسك الاولاني اللي هو الدسك الباسكوت طبقة الباسكوت ضفت عليها طبقة البودنج بالشكل ده شايفين كريمي وحلو جدا سبته بقى عشر دقايق برا التلاجة وبعد كده ضفته في التلاجة عشان ياخد التبريد ويعمل ويتماسك وهبتدي اعمله الطبقة التالتة الطبقة التالتة دي صص من زبدة اللوتس عملته ازاي اخدت اربع معالق من زبدة اللوتس حطتهم في حمام مائي او تقدار يتحطيهم في الماكروويف يسيحوا خالص يعني يخلوا الخليط سايح بالشكل انت شايفه ده بس انا طبعا ضيفاله ثلاث معالق من اللبن الحليب علشان يخف بالوضع ده تمام كده بعد ما مساح معايا وبقى تمام ضفته على الطبقة الاولى اللي تمسكت وبعد كده هبتدي ازايينه ب بسكوت اللوتس متوفر عندك تمام مش متوفر عندك استخدمي اللي انا استخدمته ده تقليد اللوتس تمام بس معلش بقى الكاميرا ما كانتش بتصور لما ضفت البسكوت بس هو بسيطة الفكرة بسيطة وسهلة كنت بفعصه كده هو البودنج بدخله كده براسه تمام دلوقتي برضو هاورديكو حينهو كان لسه مدخلش بقى تبريد لكن هنا دخلت تبريد بس كان كل الكوبايات خلصت ما كانش بوضع غير الكوبيتين الكوبيتين دول تمام كده لا استنينتي احناش هنستنى كلوهم وماشاء الله وصابوا لي الكوبايتين دول ابردهم ووريكم شكلها كان اعمل ازاي في التبريد كان بجد تحفة تحفة يعني يا رب ما كنتش زيفة كنت تقيل عليكي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحبكم في الله ما تنسينيش في اللايك باي باي